موسيقى الاعلام احد اطرفها او ربما يكون الطرف الفاعل فيها مشكلة النهاردة الموجودة الحالة المشي الحيادية الحالة الموقف اللي الاعلام واخده في حالات كثيرة جدا 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 ويتفرد ويشاهد وكأن له ليس رأي في امور تحدث احد اهم اخطر الحالات اللي بتولينا دلوقتي الحملة المسمومة المعمولة اللي هي مولهة لعقول وضمائر يعني العقول الشباب المصري يعني بيحاولوا يحطوا بكل الصور وبكل الطرق انت شاب لابد ان تكون ضد يعني طالما انك انت شاب لازم تبقى ضد ضد اي حالة ضد اي موضوع ضد اي حكاية بلا ما انت شاب بلا لازم تبقى كده فاصبح في شباب كتير ما هو يعني اهو بيقول ومش يعني بيكلم في كلام مش عارف مش فهم انما هو بيقول حالة اولا كان ضد كذا ضد كذا بقت خناعة بقى الشباب لكم مدام انا شاب يعني وكأن دي احد سمات مرحلة الشباب يعني احنا عارفين ان مراحل الشباب في مراحل مرحلة مراقبة ومراحل ما بعد المراقبة وما قبل المراقبة وكأن دي احد السمات الشخصية للشباب انك تبقى ضد ضد اي حد ضد الدولة ضد الحكومة ضد اي قرار ضد اي موضوع تعالوا في انتخباته لك لا والاعلام ساكت محدش بيتكلم على خطر وكأن الخطر دا لا يدمر بلد وكأن الخطر دا خطر على بلد واخدي مش عادي رفا موقفين ساكتين ليه في اشيان كثيرة جدا بتحدث من هذا الكلام والاعلام يقف يشاهد ويتفرج وانحن بقى انا ثلاث سنين ونص اربع سنين ونص محدش عايز يقول مش عايز يقول حالة محدش عايز يقول كلمة حتى البعض يقول ما فيش مطلق وما فيش هذا الجزء اللي حيكون محل المناقشة بتاعتنا وانا بقول له ليه لين طبيب علاء الاسواني كان كاتب مقالة رسالة من من شاب عميل بيتكلم فيها على لسان شاب طبعا هي اغلب الظن يعني اغلب الظن انما انا مقدرش احكم لان انا معرفش انما اغلب الظن ان المسألة كلها يعني مفيش مفيش حكاية انما في الاول وفي الاخر اصارة لهذا الموضوع فكرة ان شاب على لسان شاب بمعارض بيحكي حكاية طويلة عريضة ربما واغلب الظن انها مش ملاش اساس من الصحة تمام لان ما فيش شاب حيبقى متخرج من قولية اقتصاد ونليز الكلام ده كله ممكن يبقى مغيب للدرجات دي يبقى ضررة التغييب عنده للدرجات دي تمام ايا كانت الامور هناك هناك في مناء يعني تحليل لهذا الكلام لان ده جزء برضو من من التدمير اللي شغال الذي يقوم به من يطلقون على انفسهم او من اطلق عليهم الاعلام النخبة وانا معرفش نخبة ايه الحقيقة يعني النخبة دي تبقى حاجة المفروض نخبة في شيء انما انا مش قادر نخبة ايه دول نارده حاجات كثيرة جدا بتتقال والاسف انا شايف ان فيها خطأ اخطاء كثيرة جدا وخطورة شديدة جدا والصمت هنا يعني ربنا سبحانه وتعالى حيحسب عليه نارده الرئيس السيسي حضر نارده حفل تخريج دفعة جديدة من كلية الكلية البحرية وكلية الدفاع الجوي في الاسكندرية الرئيس السيسي قام بتكريم اوائل الخردين طلاب البحرية قال كان فيه اغنية اللي عاملين عليها طابور العرض لها دق ساعة العمل الثوري بكفاح الاحرار تعلن زحف الوطن العربي لطريقه الربار والصوار هما الشعب هي ارادة شعب بتحرر يوم تلاتة وعشرين طلع الفجر عليه كان عارف هو طريقه منين الرئيس سيسي يعني ابتسم وسقف كتير لان الاغنية فكر ساعة العمل ساعة العمل ودق ساعة العمل وهذا ما ينادي به وهي وطني مفروض النهاردة ان دي ساعة العمل محتاجين خلاص بس احنا عادنا كتير واتفردنا كتير وعملنا حلقة كتير painted انما مافطوب بقى ده ساعة العمل علينا ان نعمل فترة للأجنية علينا ان نعمل وريني ماتكلمنيش كتير وريني افعالك ماتوررونا النهاردة الاحتفال الاحتفال بالتاعت خريج دفع الديدي من كلها البحرية وكلية الدفاع الجوي طبعا البحرية لما تبتكر والدفاع الجوي ودور البحرية والدفاع الجوي نفتكر على طول زي البحرية المصرية زي الاثنين لنشات صواريخ مصرية لنشة صواريخ المصري يمكن قد تربيزة ناعد عليها دي كلها حاجة صغيرة جدا جدا زي ان يطلع انه مدمروا المدمرة يعني مدمرة الات يعني بالزبط كده بالزبط بالزبط زي مجليب حاجة قد الهرم وحاجة قد عربية زنطوطة قد كده جنبية بالزبط المدمرة بالنسبة للنشة صواريخ بالزبط كده انما هنا اللي بروه الشجاعة والاسرار والولاء والانتماء وفكرة ان انا حياتي ما لهاش اي قيمة في سبيل هذا الوطن كان مهم لدينا بنبحث عن انتصار باي طريقة بعد تلاتة بعد سبعة وستين كان ضروريا شعب يعني الروح المعنوية في الحضيد ليش اتهزم هذي ما شفهاش ما اتهزمهاش ليش في الدنيا دون ذنب دون اي شيء سبعة وستين فتيه للنهاردة كان مهم جدا تعمل عملية فتيه تعمل العملية ديت كلها ما يعملش ده والله العظيم ما يقدر يعمل حالات دي الا المصريين ما يقدرش يعمل ده لانهم دروا خيرا الناد الارض طالع لانشة صواريخ القطم اللي طالع اللي حتضرب المدمرة المدمرة لو مش لمحة هي اصلا عندها رادارها وعندها كل حالة لو شمت بس كده ولو ضربوا مش طلقه لو ضربوا اي حالة حيخلوا اللانشة الصواريخ يعني ايه علشان يلاقيوا حتة منه هيقعدوا اربع سنين انما مفيش مشكلة ان انا اطلع اموت عشان مصر مفيش مشكلة ان انا اطلع عامل عمل عشان خاطر نقولهم ان مصر ما ما تتشي انا موت انما مصر ما تموتش وعمر مصر ما هتموت كان هو ده الهدف هم دور الليلة البحرية الليلة البحرية اللي عملوا اللي هم عملوا في باب المندة بالحصار بتاع باب المندة في البحر الامر وعمل اتعمل من نحيتين كان ماشى على 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 العدو عشان الحصار كان اي حاجة بتخش كان البحرية المصرية بتفتشها انت احنا عملنا كانت منظومة شديدة جدا البحرية المصرية البحرية المصرية والدعم اللي عملته من على سحر البحر البيض دايما في دار بأماكن كثيرة لدا ده شغل البحرية المصرية والدفاضع البشرية والعمل تلات عمليات بتاع ميناء الات بقى ميناء الات وعمر البتنوني ورامي عبدالعزيز انك انت تروح تخش ميناء الات بدفاضع بشرية في عرف الدفاضع البشرية انك اتضفضع البشر اذا دخل مكان ما تخشوش تاني خلاص بيبقى المكان ده يعني بيبقى انت ما تقدرش تخش تاني لانا هحطولك الغام بحرية هحطولك بلاوي احنا روح ندخلنا المكان ده تلات مرات وثلات مرات يدناموا على دماغهم طبعا المرة التالية اللي كان رامي عبدالعزيز وعمر البتنوني اللي احنا دمرنا فيهم بيتشفع والمركب التاني اللي هم كانوا بيعربدوا في البحر الاحمر وبتنططوا اللي خطفوا الرادار دي البحرية المصرية والصعقة البحرية والرلالة ده فضع البشرية المصرية لما نروح بقى للدفاع الدوي ماشاء الله وتبارك الله وحاقة الصواريخ لما اتعمل حاقة الصواريخ احنا قبل سبعة ستين ما كانش عندنا دفاع دوي كان عندنا كان حاجة تابع المدفعية وبتضرب مدفعية بتضرب على الطيرات واحنا حدوتها بعيدة عن اي منظومة علمية ولا اي تكنولوج ولا اي حاجة بعيدة جدا كنا نبيب الدفاع الدوي ونستوعب الزباط بتوعنا اللي سافروا وراحوا بقى سات هناك المفروض هيقعد فترة زمنية ازاي قد ايه تعدير المسئولية بدل ما يقعد ستة شهر بقى ام تلتة شهر واستوعبوا واللي راحوا موردوا دول بقى ام هم اللي بيدرسوا هنا لانك انت عملية رياضية معقدة الدفاع الدوي ده يعني مسألة كلها رياضة يعني رياضيات كلها وحسابات وزوايا وشغلانات يعني كتير انما ازاي يعني عشان اللي بتكلم نميل يقولك اصلا الخبرة الخلفاء العسكرية متخلفين عقليا نه يقولك الخلفاء العسكرية انت انت النهاردة لما بتشوف اجزاء كم الحادات العلمية والرياضية في شغل البحرية في الزاة العباطين اللي في المدمرات وكل الحادات دي كلها زي انك انت ماشي وزاي كل الحسابات كلها او في الشغل المدفعية كل ما هو يطلق نار المسافات بعيدة كلها حسابات مسلسات وكلها رياضة يعني المهم يشوف الردالي الدفاع الدوي ازاي ان نقدروا يستوعبوا ده انما مش دي القضية المنظومة ازاي ان احنا ندخل حقاة الصوريخ بتاعنا في خاطف الدبهة وده كات معركة يعني كات معركة شعب شركات الدفاع اه شركات المؤولات المصرية عثمان احمد اثمان وحسن علام عثمان احمد اثمان كان طبعا له الباع الاكبر وحسن علام وشركة النصر وشركات كثيرة بدا مع القوات المسلحة مع الاشغال العسكرية وقوات المسلحة والمنصين وكل دولة الملحمة احنا عايزين نبني ما هو الصوريخ مش هتحط على وش الارض انما لازم بتعمل لها دوشب فانت ازاي فانت بتبني طول الليل والعدو بدرة طول وناري قصر اللي انت بنيته اعدنا في المعركة دي المهم دخلنا حقاة الصواريخ وعرفنا قيمة حقاة الصواريخ ان سمى مصر مفيش طيارة انتهكتها ما حصلش تانية لا الطيران المصري سمح ولا الدفاع اللوي سمح الدفاع اللوي قائد الطيران العدو في حرب اكتوبر منتقن خمساشر كيلو غرب القناة يعني انت خمساشر كيلو في شرق القناة من تانية تدخل كده في اتحدي ناحية خمساشر كيلو مفيش طيارة اي طيارة هتقرب لقناة لمسافة خمساشر كيلو هتتضرب مش هتقع بلاش تتضرب هتقع كت مدبحة ده الدفاع الجوي اللهم النهاردة الدفعة بتتخرج الطابور العرضي لما بنشوف النهاردة الطابور برضو البعض بتصور ان ده شكل له مضمون انك انت فكرة انك انت زي اخوانا الصنين لما عاملوا دورة الاولمبية في الصين فعمل دورة الاولمبية عامل في الملعب تمن تسعة تلاف واحد وبعملين عرض رياضي انت كون النهاردة توصف العرض الرياضي ان الحركة تبقى كلها واحدة للسبعة تلاف ده قيمة ده بيبينلك انك انت خلاص نقدر تعمل اي حالة بدأ موصلت لمرحلة الاتقان انك تمشي خطوة الخطوة المنتظمة دي الخطوة المنتظمة دي مش الناس فكرة انها يعني متدى المارش ويمشي الحكاية مش كده ده الحكاية انك انت لما بدرب دايب انا اقدر المجموع ده كله هيقدر يعمل لنا عايزه بالزبط في توقيت واحد وفي لحظة واحدة هي دي الحكاية مش الشكل مش عشان نبقوا مبسوطين النريل اللي طالع مع ايد ودرع الحكاية مش كده الحكاية حالة تانية خالص ده قياس لشيء تاني الدفعات الكلات العسكرية دول شبابنا هما دول ليش مصر هو ده الشباب اللي قبل طوعا اللي هو عمل عقد مش مكتوب العادة ده بيقوله ان انا دايب بدخل هذا المعهد العسكري او الكلات العسكرية عشان اعمل قضابط في قوات المسلحة المصرية العادة ده بيقول انك انت لو الوطن عاز روحك هيخد يعني لو انت حتفدي الوطن بروحك حتقدمها ده من غير ما نسألك يعني ده انت ماضي على ده ان انا روحي وحياتي كلها فداء هذا الوطن هي دي المؤسسة العسكرية هما دول خيره الناد الارض هي دي هو ده ليش مصر لو ليش الشعب لو حاب الشعب المصري بصوا على الاراء شوفوا اللي بيحصل هناك ايه شفت لما بقاش فيه ليش ايه اللي بيحصل في العراق خلاص بقت سنة وشيعة والحرب المذهبية شغالة واللي هنا لغاية دلوقتي بيحاربوا عشان نعملوا الحرب المذهبية هنا مذهبية او طقفية او اي شيء هو هو ما فيش خلاص ثم فكرة انه النهار ده هو عايز ولا المنطقة دي باي طريقة عايز اقسم المنطقة دي باي ده اللي عايزينه الامريكان رغم بقى ان اللي بيكتبوا زي السادة الصحفيين العرب زي النهار ده الكتاب اللي كاتبيني النهار ده في الشروق اللي بيكلموا على ان كأن امريكا بريئة من هذه المسألة وان دي مسألة عصبية ودي حالة داخلية مين اللي صنع ده كله من اللي صنع هذا الضمار من تلاتة من الفين وثلاتة مين اللي صنع الضمار ده مش هما الامريكان السياسة الامريكية محدش يقول اصل بوش القراري المجمونا هو بوش واباما واللي قابليهم واللي جايب ابعديهم بنفذ سياسة هو بنفذ حدوتة محطوطة بتتعمل حكاية بتتعمل زي ما هما بداية تقسيم الشرقة الاوس nesse دي معمولة من الفين وخمسة وباديم فيه من الفين وخمسة وتم الاعلان عنها الفين وتسعة فييلي اي رئيس سيكمل والغايا دلوقتي الغايا دلوقتي اللحظة اللي احنا في لغايا دلوقتي اللحظة اللي احنا فيه الامريكان مصممين ان اللي اخوان لازم يوعها ابا اي طريقة يلي قابلوني الامريكاني ما شوف مش عاد رفهم يردعوا ايه انما هو دي السياسة الامريكية هي فكرة انهم عايزين يمزعوا هذا الوطن من خلال الخلافات المذهبية او الخلافات الطائفية احنا بقى بالايمين بالوادب نشوف العلاق اللي بيحصل سنة وشيعة وشوف وصلة الامور لدرجة ايه تعالوا نشوف بقى عندنا هنا لا احنا ايمين بالوادب يطلع حد النهاردة يفتي يقولك القفرة انت لما تتفرع على كاس العالم تبقى انت النهاردة حرام وانك انت بتشرع القفرة يا سلام هل يعقل هادا الكلام هل ده الراجل بيحب هذا البلد الاسمه برهامي او اللي زيه هل بيحبه البلد لما اقوله كلام ده كله هو الكلمة اللي انت اللي بتقول عليهم الكفرة دولة انت مين اللي قال ده يا اخي الله هما دول مش اهل الزمة همش هما دولة اهل كتاب ومش هما دولة انت وبعدين انت مالك ربنا اعلى اني ملكوش دعوة انت خليك في دينك وده خليه في دين واللي مختلفين فيه انا اللي ححكم فيه يوم الايامة انما هم عايزين يولعه كله بيولع على طريقته هم مش عايزين مصر ترتاح وتطلع لك بقى حملة الملصقات هل صليت على الرسول عليه الصلاة والسلام يسوي عليك بقى بسؤال بريء ولما تيري تكلم ولك شوف مش عايز صلي الرسول بريء منكم والله العظيم تلاتة الرسول بريء منكم من افعالكم وبريء من كل واحد بيصير فتنة الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام عليه الف صلوات والسلام ده موضوع بينك انت وبين ربنا وبينك وبين نفسك انما الاهم من الترديد باللسان الاعمال احنا نعمل نعمل الاهل عليه ربنا يلا فيل استاذ سفى بسوني بتقول لي تحياتي استاذ ابراهيم بعد ما شاهدناه في محاكمة القرن واتضح لنا الضور الذي لعبته قناة اللزيرة في هذه الثورة لا يجذر بالاعلامين ان يوضحوا لنا لماذا كانوا هم ايضا يقفون مع من يسمون بالثوار ويدفعون عنهم بالسماتة اعتقد ان منهم من كان يعلم الحقيقة وقد يكون منهم من خدع مثلنا والتبست عليه الامور لذلك وجب على كل منهم توضيح موقفه والاتظار عنه ان كان قد اخطأ ملحوظة اعرف لي اذا ان حضرتك لم تكن من هؤلاء وانه قد كان لك موقف سابت لما تغير من البداية اشكرك عليه جدا واحيي فيك هذه الوطنية عايز اقولك يا ست السفا يعني انا النهاردة ما ادرش اتهم حد انه قصد ولا مش قصد اقدر اقول واحد انك انت النواية بتاعتك ايه يعني تمام سواء الشاب اللي راح حرق وهو بيعتقد انه سائر وتصور ما ادرش اقول نواياه هل هو كان فعلا نوايا صورة وكده ولا نواياه خير ولا شر وكلام ده كله انما الذي استطيع ان اتفق فيه ان اللي يحرق ما ينفعش ان انا ابرا ليه موقف بصرف النظر عن مقصده وبصرف النظر عن النوايا نوايا طيبة او نوايا غير طيبة لان النوايا اني ربنا الوحي بس سبحانه وتعالى اللي اعلم بنوايا البشر واعلم بما في صدور البشر انما احنا ما نقدرش نصدر النوايا بعض ولا نقدر نتكلم على بعض ولا نقدر نحكي على بعض عشان كده لما يلي بقى النهارده واني نتكلف على موقف الاعلام انا النهارده كان يجب الاعلام عن يدين زي انا ما طلعته قلت ساعة ما كان فيه ولد شاب ماسك علم مصر بيد يوم حرق المجمع العلمي ماسك علم مصر بيد وبيحرق بيد اللي توفي يده مولع كده اللي بتاعه مولعه برميها قلت ما تستقمش كان يجب ان يطلع اخوانا بقى بيتكلمه يجلب هذا الكلام عالم مصر ما ينفعش ان يبقى فيه حرق مصر ما ينفعش رائلينة تانية تبقى بتحرقه في مصر ما ينفعش تشيل عالم مصر وتحرقه في مصر وإلا انت بترسخ فكرة ان الولاء والانتماء دلوقتي لحرق مصر بترسخ فكرة دية هذا ما رسخه كل من صمت وكل من فعل انا اللي انا عايز اقوله في المحاكمة مرة تانية بحي المحامي اللي هو اسمعين الشاعر مدير امن القيرا الاطبق وعايز اقوله ان هذه المحاكمة ليست كانت دفاعا عن ست اشخاص او سبع اشخاص او اكتر او اقل او سبع لوقات او اكتر او اقل رجال الشرطة انما المحاكمة دي كانت محاكمة لجهاز امن مصري بالكامل لان التهمة التي وجهت اليهم او مش التهمة الوضع الذي وضعه فيه كان قدام الدنيا كلها الناس دي فخربت مساجين عشان يخوفوا المصريين الناس دي حرقت الاسام عشان مباش فيه امنة في مصر الناس دي قتلت المتظاهرين الناس 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 دي كلها واتضح فيه ما بعد ان كل ده كل ده كان كلم مش مصبوط وخلال الاحداث كانت هناك الشواهد تقول هذا الكلام كانت الشواهد اللي موجودة بتقول ده انما كان هناك اسرار على انك كان هناك اصرار على تدمير هذه الامن هناك اصرار على انك تتخلص على الامن في مصر لانك انت بتخلص على الامنٰ وبعدين نتدوره هما على القوات المسلحة بعدها كات البكرة كدة وحاوله مع القضاء هي كاتت الفكرة انك بتخلص على مؤسسات البلد عشان توقع عالمصر لان هذه دولة وهنت لما تخلص على مؤسسات تolithic دولة بتوقع الدولة في فرق انك تسقط نظام النظام سىbird 3 اربعة ايام 5 ايام خلص النظام إنما بتسقط دولة ليه هي دي كانت القضية وهو ده الموضوع والموضوع ده مرحش وما سقطش وما ضعش لا لسه الموضوع موجود وكل من قدين في شيء لابد أن يحاكم ويحاسب عايز أورير حضراتكم حالة من المحاكمة لأحمد دومة اللي عملين يسرخه وقولك المناضلين والصوار ده واحد كان بيحرق في مصر أي مبرر تحرق مين لدك المبرر أي مبرر ليك إنك تحرق في بلدك شوفوا بيقول إيه دي أهمية إن أنا ما بقول إن دي كانت جلسة جلسة تحت أول مبرر حديات اللي بيطلق عليها محاكمة القرن أنا بقول إن الجلسة دي كانت يعني الجلسة للتاريخ والشهادات اللي تمت أو الشهادة أو اللي ما قدمه من وصائق وشهادات سواء بأشتريطة فيديو أو مقاطع فيديو أو مشابه أو حالات صوتية أنا شايف إنه تدد تاريخ لتاريخ مهم جدا بل أخطر فترة ثمنية في تاريخ مصر المحروسة الفترة بتاعت السنتين دولت وما تم فيهم اللي تم فيهم كان في حقيقة الأمر شيء مرعب شيء مرعب هم مصر يريدون إسقاط مصر ولم يكن الأمر إسقاط نظام وعشان تسقط مصر لابد أن تسقط مؤسسات الدولة مؤسسات الدولة اللي إيه شرطة قوات مسلحة قضاء أمن قومي تسقط هذه المسألة أمن الدولة شفت اللي حصل فيه شفنا اللي حصل للشرطة إيه؟ شفنا الحرب بعد كده اللي اتعامت عقوات المسلحة إيه؟ مش دي القضية القضية إن كان دا كله بيتم وكان هناك شواهد كثيرة جدا بينا 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 إيه اللي حصل؟ إن كل يعوم العوم دا كله إيه اللي حصل؟ والغاية دلوقتي بيتم الدفاع وتلاقيهم مزرزرين يقول لك الصوار صوار إيه يا كابتن؟ صوار اللي يحرق مصر ما بيس سائر اللي يحرق أي حاجة في مصر ما يقوليش زراع الأمن زي الأخت اللي تكلم زراع أمن إيه؟ اللي يحرق مجمع علمي ما بيس سائر اللي يحرق أي ورقة شجرة في مصر ما بيس سائر اللي يضمر ما بيس سائر اللي يبقى مخرف اللي يبقى فاسد اللي يبقى أي حاجة غير اللي يبقى سائر تلايه فسيليت